السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واعمل لايك وتعليق جميل عشان يوصلك كل جديد ادعمني اه تبرع لفرجاني الموضوع زاد عن حده الموضوع زاد عن حده وقناة الزمالك مزوداها الموضوع الموضوع في قلة ادب قلة ادب كبيرة جدا ماينفعش ازاي ست الحجة كبيرة دي رايحة تتبرع عشان فرجاني ساسي وبتبطب وبتعمله منها شو اعلامي كبير جدا. يعني ايه رايحة تتبرع بدهابها عشان فرجاني ساسي وانتو بتبطبو عليها ويقابلها ابو جبل ويبوش دمكه وفرجاني ساسي بيعمل كده. المنظر مش حلو. الموضوع مش حلو خالص. هي هي ادارة مجلس ادارة نادي الزمالك وادارة نادي الزمالك. فهمها اييه بتعمل ايه? الاعلام الزمالكاوي فهم بيعمل ايه? الموضوع ده يقل من قيمة الزمالك مايزيتش. الموضوع ده مش حلو. الموضوع ده مصيبة. دي كارثة. ازاي يعني? وبعدين عايز اقول لكل الرياضيين وكل الاعلاميين وكل الجمهير. امي وامك اغلى من الاهلي والزمالك والرجاء والوداد والترجي والريال وبرشلونة. اغلى حاجة في الدنيا كلها امي وامك. اغلى من اي نادي. فما ينفعش ان انا اجتمك بامك وانت تجتمي بامك. الا الام يا جماعة. الام دي حاجة تانية خالص. والنهاردة اللي بيحصل في النادي الزمالك مش عارف تسميه بايه. حاجة تطلع عن شعورك فيها يعني. وهم راضيين وبعدين بيبروزوا الموضوع. الموضوع بيتبروز بشكل غريب جدا. اه صور تذكرية احتفال وموسيقى تسورية موسيقى حزينة اللي هي تتعاطف عشان تتبرع لفرجاني ساسي. ما يمشي فرجاني. ما يمشي لعبت الزمالك كلهم. ما ينزل الزمالك درجة تالتة ربعة. ما يروح في ستين داهية. لكن ام هو امك فوق رأسنا. فوق دماغنا من فوق. تغوروا الكرة كلها يا عام. احنا عملنا ايه بالكرة? ما يخسر المنتخب. ما نخسر كلنا بس اللي بيحصل ده مش كوي ساوي. عيب. ولازم يلاقي ايه اللي بيحصل ده? ما ينفعش والله. والله ما ينفع. يعني ايه رايحة تتبرع عشان فرجاني ساسي. وبيقابلوها يعني البرنامج بتقابلها. مفيش حتى تتكسفه طيب وانت بتعمله ده? قناة الزمالك فرحانة هي بتعمل ده? فرحانة بالشكل الاعلامي ده? والله ما عارف اولية. السلام عليكم.